اشتركوا في القناة بعنوان يوم التضامن مع اهالينا في غزة نحن معكم على الهواء مباشرة وذلك بهدف توحيد الجهود والعمل يدا واحدة لمساعدة الاشقاء الفلسطينيين تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة تكثفت الجهود الاعلامية في مبلكة البحرين لإيصال رسالة هذه الحملة بكل وضوح فقد عملت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الإعلام على اطلاق برنامج تلفزيوني خاص استضاف عددا من المسؤولين والجهات الداعمة للحملة سعيا لإيصال رسالتها بكل احترافية ودقة عالية بلا شك ان من واجبنا الوطني ان نلبي توجيهات سيدي جلالة الملك حفظ الله الذي اعلن عنه وعن الحملة الوطنية لاغاثة اشقاءنا الفلسطينيين في غزة في هذه الايام الصعبة هذه المحنة ومن واجب المؤسسات والشركات الوطنية في ترجمة توجيهات جلالة الملك حفظ الله على أرض الواقع تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية بدعم أخواننا تم العمل على الفور بتشكيل فريق داخلي اللي بدوره تواصل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذه الحملة وتم تفعيل أكثر من ثمان قنوات تبرع مختلفة لتسهيل عملية التبرع وتكون متاحة للجميع الحمد لله تجاوب جدا إيجابي من جميع فئات المجتمع مع هذه الحملة وكل الشكر لجميع المساهمين لحساسهم بواجبهم للإنسان يتجاه أخوانهم وما زالت الحملة مستمرة والجهود مستمرة لجمع التبرعات جهود كبيرة كثفتها وزارة الإعلام ممثلة بإدارة الأخبار في إعداد التقارير التلفزيونية وتسخير الاستيديوهات وكافة الأجهزة الفنية لمساندة هذه الحملة الوطنية في إيصال رسالتها وإتاحة الفرصة أمام الجهات المتبرعة للمشاركة في هذه الحملة مما ساهم في تحقيق أهداف ومساعي هذه الحملة الوطنية الواسعة منذ انطلاق الحملة الوطنية وأحنا في المؤسسة الملكية لعمل الإنسانية نسعى أن ننشر هذه الجهود في مختلف الجهات طبعا فيناك تعاون كبير مع وزارة الإعلام مع مركز الاتصال الوطني مع الصحف المحلية سواء المطبوعة أو حتى الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي نسعى أن ننشر كافة الأخبار نوصل للناس ونطمئنهم أن هذه الحملة أول بأول إلى أين تصل وماذا تحدث فيها على الأساس يكونون أهم على الطلاع دائما معنا اهتمام رسمي وإعلامي وشعبي كبير حظيت به حملة أغيث غزة لتوصل رسالتها للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأنكم لستم وحدكم بل كلنا نقف بمشاعر صادقة تؤكد على مواقف البحرين الثابتة في دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة حملة وطنية واسعة جاءت باسم مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبة تضافرت لتنظيمها جهود إدارية وفنية وإعلامية كبيرة لتؤكد على موقف مملكة الراسخ في دعم الأشقاء في فلسطين ونصرتهم في كل الظروف والأحوال يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين